اتحاد كرة اليد نشر النهاردة بيان رسمي حذر خلاله الاندية من بس اي مباريات مقامة على صلاة الاتحاد عبر فيسبوك او اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الحكاية ببساطة وفي اندية بتبعت من مركزة الاعلامية يصوروا مباريات في كرة اليد بالموبايل بكاميرات صغيرة باي حاجة ويزواء على صفحاتهم الرسمية او صفحاتهم الخاصة اتحاد كرة اليد قالك لا دي الحقوق بتاعتي انا حقوق التلفزيوني حقوق البس التلفزيوني دي بتاعت انا وملك انا عشان كده اتحاد كرة اليد هدد بغرامات كبيرة جدا دي الاندية اللي هتعمل كده احنا بنتكلم فيه 50 الف جنيه النادي اللي هيعمل كده 50 الف جنيه ولو ما سددش الغرامة مباشرة وسريعا المباراة اللي بعدها المباراة اللي بعدها عيتخسم منه نقطة فخلاص يعني ما تهزروش وبصراحة ما بفهمهاش يعني ما بفهمهاش احنا في 2022 يا جماعة يعني الحقوق والتفاصيل بتاعت البس التلفزيوني دي مش اي حد بيخش يلعب بيها ما بفهمهاش بصراحة احنا كلنا كبار وكلنا محترفين وكلنا ما تكلم على الاندية والاتحادات فالحاجات دي ما ينفعش يحصل فيها تجاوز بالشكل ده اشتركوا في القناة